اشتركوا في القناة بمناسبة عودة الامطار باذن الله يومين الاثنين والثلاثاء وبمناسبة العام الجديد اليكم الاحوال الجوية المتوقعة للثلاثة ايام القادمة من صور الغيوم لهذا اليوم بنلاحظ وجود كميات كبيرة من الغيوم هذه الغيوم مصاحبة لجبهة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز حول جزيرة قبرص هذه الغيوم تغطي معظم شرق البحر الابيض المتوسط وتتحرك باتجاه الشرق باتجاه المملكة مع حركة المنخفض الجوي والجبهة الهوائية الباردة المصاحبة له وهذا واضح من الخرائط الجوية لهذا اليوم حيث بنلاحظ وجود منخفض جوي موجود جنوب جزيرة قبرص ومصحوب بجبهة هوائية باردة هذه الجبهة تقترب باتجاه المملكة مع الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين باذن الله وبالتالي يوم الاثنين ستتأثر المملكة بالجبهة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض الجوي لذلك تشتد سرعة الرياح تتكاثر الغيوم تسقط زخات من المطر تكون مصحوبة بالعواصف الرعادية أحيانا وهناك فرصة لسقود زخات من الثلج فوق المرتفعات الجنوبية جبال الشراع التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر تقريبا عن سطح البحر يوم الثلاثة تتحرك الكتلة الهوائية الجبهة الهوائية الباردة باتجاه الشرق لكن يوم الثلاثة يندفع باتجاه المملكة رياح غربية إلى شمالية غربية رطبة هذه الرياح تندفع باتجاه المملكة مما يجعل الجو يستمر الجو غائم وبارد وماطر على فترات بإذن الله الأحوال الجوية أو الهطول المتوقع نتوقع هذه الليلة أن لا يحدث هناك هطول في المناطق الجنوبية والشرقية لكن الهطول موجود بكميات كبيرة شمال فلسطين وفي لبنان وغرب سوريا وفي فرصة لسقوط زخات من المطر في شمال المملكة هذه الأمطار تمتد تدريجيا غدا بإذن الله في معظم مناطق المملكة والأمطار زي ما حكيت بتكون أحيانا نصحوبة بالعواصف الرادية والبرد وهناك فرصة غدا صباحا أو يوم الاثنين صباح سقوط زخات من الثلج فوق جبال الشراح التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن مستوى سطح البحر يوم الثلاثة أيضا ونتيجة لاستمرار تدفق الهواء الغربي الرطب باستمر الجو بارد بغائم ماطر على فترات في معظم مناطق المملكة تقريبا الأحوال الجوية المتوقعة في هذه الليلة نتوقع أنه يكون الجو بارد غائم جزئي الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة بحدود خمس درجات الجو رطب الرطوبة بحدود فوق الثمانين في المية والرياح نشطة السرعة جنوبية غربية نشطة قد تكون هذه الليلة مثيرة الغبار في جنوب وشرق المملكة الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين الجو بارد غائم ماطر على فترات الأمطار على شكل زخات من المطر قد تكون أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية الحرارة العظمى بحدود سبع درجات أو ثمانية أقل من المعدل بشكل واضح والصغرى خمس درجات مئوية يوم الثلاثة الجو رطب وغائم وماطر على فترات وأيضا يومي الاثنين والثلاثة مع دخول الجبهة وأيضا الرياح الغربية نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض يوم الأربعاء يميل الجو إلى الاستقرار وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا لاحظ أن يوم الأربعاء العظمى أربعطاش يوم الثلاثة بتكون العظمى عشرة والصغرى يوم الأربعاء ست درجات مئوية لكن أيضا متوقع نهاية الأسبوع الخميس والجمعة أن تتأثر المملكة بمنخفة جوي جديد وإن شاء الله ربنا ينعم علينا بمزيد من الأمطار ملخص للأحوال الجوية التي ستسود المملكة خلال الأيام القادمة أجواء بشكل عام هذه الليلة أجواء باردة وأيضا أمطار رياح نشطة وأيضا هناك ضباب على المرتفعات وإن شاء الله الأمطار تكون أمطار خير وبركي وكل عام وأنتم بخير ومن تقص العرب نحييكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر